عايز سألك على الصفقات الموسم ده شايف مين عمل أبرز الصفقات شايف إيه أبرز الصفقات اللي اتعملت حتى هذه اللحظة طيب خلينا أقولك أنه أكتر ناديين طبعا في الكورة المصرية طبعا أكتر ناديين واحد من حيث العدد واحد من حيث الكواليتي ودعم المراكز وتغطية معظم المراكز رقم واحد هو زد زد عمل تعقدات مهمة جدا وخلينا أقولك أنها مهمة عشان الكواليتي علشان النوعية طبعا احنا اكتب لكده وبعدها تاني هم 8 من 13 صفقات اللي خلصوا في زد كلهم من النادي الأهلي X الأهلي يما من ناشئين والأهلي طلهم إعارة أو بيع أو استغناء كلهم من النادي الأهلي أحمد سيد عبد الرب النبي حمدي موسى محمد أشرف كل اللعبين عشان مستشق وشدي حسين وعلي لطفي كل اللعبة اللي راح تزد من النادي الأهلي 8 لعبين من 13 4 لعبين أجانب منهم 2 تحت السن 3 تحت السن عفوا ففرقة زد فرقة ناشطة جدا جدا في الميركات وجايبين خليط ما بين الأسام الصغيرة والأعمار الصغيرة وما بين اللعبة اللي عندهم خبرات زي مدربنا مثال بعلي روكفي وبشدي حسين ده زد ميش على صعيد الجودة أنا بكلمك في بيراميدز بيراميدز بيعمل صفقة كبيرة جدا لم يقول عنها رسمية لكنها انتهت أشرف بن شارقي صفقة ثلاثية وأشرف لسه أشرف بن شارقي قصة متوقفة على اللي أقولولك حال في قرار غير معلد من إدارة بيراميدز بأنه بيحاولوا يستنسخوا شوي شوي تجربة النادي الأهل في سقف الرواتب سقف الرواتب بقالهم سنة ونص مش النهاردة بيحاولوا يقللوا الرواتب في استثناءات رمضان صبح ورمضان صبح لو جالوا أنا بقول لك وعلى مسئوليتي رمضان صبح لو جالوا كونتراكت يعوضوا فيه للدفع هيسيبوه هيسيبوه يا يرحل خارج الدوري طبعا خارج الدوري المصري فأشرف بنت شارئي هما النادي المصري الوحيد اللي بتوصل مع عشر بين شارئ دلوقتي النادي الوحيد المصري لكن هي قصة كلها أنه الرقم بتاع الاثنين و suck أليهم أشرف بنت شارئي أنا بقول لك مش هيجي بيراميدز بل رقم ده قولا وحيدا مش هيجي بيراميدز بل رقم ده لو قبل أنه ينزل السقف بتاعه لحد مليون ونصف مليون ربعمية ممكن ييجي بيرامدز من دراسة حالية هل ما ليس صفقة اللي انت بتقول بيرامدز ممكن يتم هي دي لا الصفقات بتكلم على صفقات فيوتشر انه الصفقات اللي انتقلت من فيوتشر لبيرامدز السلاسي لم يعلن عنهم رسميا بيرامدز لم يعلن عنهم حتى رسميا لا شفاهيا ولا على صعيد الاعلان الرسمي عن طريق صفحاتهم الرسمية بموجود مهند لاشين بوبو ومرعي صفقات نوعية ممتازة بتكلم على تقوية البينش كمان بوجود يوسف أسامة نبيه وصف فاروق عفر اعلن عنه نهاردة يوسف اعلن عنه من اكتر من يوم فانت بتتكلم التعاقد مع فيستون كلالا المهاجم بتاع يانجي افريكانز التعاقدات نوعية ممتازة كمان لو قدروا ان هم يجيبوا اشرب بن شرق لكن انا بقولك طول ما رمضان صبحي موجود وابراهيم عادل وجايبين كمان يوسف أسامة نبيه هجيبوا اشرب بن شرق يعملوا بي ايه فانا شايف ان هم طول ما الامور بديم بعيد لا خاصة في زل بقاء رمضان صبحي حتى هذه اللحظة اللي حاب نتكلم فيها دي فاشرب بن شرق اه في كلام مع بيرامدز لكن انا بقولك صعب جدا نيجي بيرامدز طول ما هو متمسك بالارقام اللي هو عايز يخطي طيب دي جزئة